أحمد من بريطانيا يقول هل يجوز تربية حيوان القداد في المنزل أخوي الفاضل بارك الله فيك أنا ما أدري الحيوان هذا أعتقد بأنه من فصيلة الفئران كذا ولا لا أنا أعتقد أنه من فصيلة الفئران وهو بالنسبة لنا يعني ما أدري المسلم يتقزز من هذا فإذا كان فعلا من فصيلة الفئران كيف يربي الإنسان فار يعني ممكن يترك للجهات الطبية يجرن عليه الاختبارات والفحوصات مثلا حتى ينفعون البشرية أما أنت لا ربي هر أحسن قطة هر أفضل من أنك تربي هذا الحيوان ربي طير مثلا من الطيور أما هذا لا فتجتنبه بارك الله فيك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر من الفارة فالفارة من الفواسق أنا هذا حسب فهمي هي من فصيلة الفئران هذا اللي فهمت أنا إذا كان والله حيوان آخر تقصد يختلف على حسب حله وحرمته نجاسته وطهارته لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الهرة إنها من الطوافين عليكم الطوافات ولذلك الهرة طاهرة ومباحة الطيور أيضا هذا كل وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر